موسيقى أرحب بك صديق المشاهد من جديد ونحن نتابع تأملاتنا في سفر الأعمال الذي يقدم لنا قصة الكنيسة وبدأنا الأسبوع الماضي مع رحلة الرسول بولوس الأخيرة أو رحلته إلى روما واشتياق قلبه أن يذهب إلى هذه المدينة العظيمة لينقل إليها رسالة الإنجيل ويرى المؤمنين هناك لكن شفنا أن السفينة التي كان فيها الرسول بولوس وكل الأسر اللي معاه ثم شركاء في هذه الرحلة أرسترخس ولوكا بدأت السفينة تعاني من ظروف صعبة ورياح شديدة جدا جدا حتى قال البشير لوكا في وصفه لهذه الحالة انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا كانت الرياح شديدة والسفينة مهددة بالغرق تماما في ذلك الوقت لكن في هذا المشهد الخطير عندنا ثلاث إعلانات الرب اداهم للرسول بولوس ووارد هذه الإعلانات في أصح 27 من آية 21 إلى آية 38 ماذا حدث؟ البشير لواء الحياة لغاية دلوقتي بيقدم لنا الرسول بولوس باعتباره رسول الأمم وقائد ثلاث رحلات تبشرية عظيمة وقدموا لينا كسجين ثم كمدافع عن الإيمان المسيحي وهنا بيقدموا لا كرسول عظيم مكرم بل كواحد بين الناس المسيحي الوحيد على ظاهر السفينة ومعاه زي ما قلنا لواء وأرسترخص بين قرابة 300 شخص غير مؤمن غير مسيحي منهم الجنود والأسرة والضباط والبحارة وكان بولوس بطبيعته يتمتع بملكة شخصية في القيادة ويمكن بسبب سفرياته الكتيرة أصبع عنده خبرة خاصة في السفر بالبحر فهو سافر قبل كده الحقيقة 11 رحلة على الأقل في البحر البعض حسبها بـ 3500 ميل لا شك كانت لديه ضراية كبيرة بشؤون البحار والسفر لكنه في ذات الوقت هو بولوس المؤمن بإلهه المسيحي الواثق بالرب وبمعونته وسبق وقدم ليهم مشورة زي ما شفنا المرة اللي فاتت آية 9 الـ 12 إنه لابد يأجيله الصفر لكنهم لم يسمعوا لمشورة بولوس لكن دلوقتي بعد ما زالت الأزمة قدم بولوس إعلانات سلاسة واضحة جدا الإعلان الأول دعوة للطمأنينة وده اللي بنراه في الآيات 21 إلى 26 لما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولوس في وسطهم وقال كان ينبغي أيها الرجال أن تزعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة والآن أنذركم أن تصروا مفاجأة غريبة لغة غير متوقعة لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة ليه بولوس بتقول كده يقول لأنه وقف بيه هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لا تخفي يا بولوس ينبغي لك أن تقف أمام قيصر وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك لذلك صروا أيها الرجال لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي ولكن لابد أن نقع على جزيرة في البداية أقول النصوم المشار إليه هنا مش مقصود بيه السقوم كتابي لكنه هو فقط عدم تناول الطعام ففي وسط العاصفة الشديدة ما كانش هناك شهية للأكل أو ربما لم تعت هناك إمكانية لإعداد الطعام كانت المأساة شديدة جدا على السفينة وعلى كل ركبها واضح أن بولوس ليه خبرة في مثل هذه العواصف وكتب بعد كده في كورونس التانية حداشر سلاس مرات ضربته بالعصي مرات أنه رجمته سلاس مرات انكسرت بالسفينة ليلا ونهارا قضيته في العمق هنا يقف بولوس يقدم رسالة تشجيع ورجاء كان لابد أن يذكرهم بما حدث في كاريت وأنهم مسمعوش لرأيه بعدم الصفر وتأجيل الصفر علشان يسمعوا ليه الآن وما يخص المستقبل فهو دلوقتي بيوقف وكله ثقة وبيخاطفه مرتين لذلك صروا أيها الرجال آية 22 وآية 25 أن يطمئنوا جدا لماذا إيه السر اللي بخلي بولوس يقول لهم هذا الكلام جميعهم سيكونوا في أمان والخصارة للسفينة فقط إزاي بولوس كان واصق بهذا الشكل إنه في هذه الليلة ظهر له ملاك الإله الذي هو له والذي يعبده وقال له أن لا يخف حتما سيقف أمام قيصر أي يصل إلى روما ومنذ عابين نفتكر الرب إداله هذا الوعد في أعمال 23 وآية 11 ثق يا بولوس كما شهدت بما لي في أورشاليم هكذا ينبغي أن تشهد في رومي أيضا فعنده ثقة وعنده يقين أنه هيصل إلى رومي وسيشهد هناك لنعمة الله هذه الموعيد الإلهي الصديقة هي اللي دفعت بولوس لتقديم هذه الرسالة المطمئنة للجميع هو يؤمن بالله الصادق الذي يتمم كل ما وعد به لكن في ضرورة زي مقال أن يصلوا إلى جزيرة النداء التاني النداء الأول كان للطمئنينة النداء التاني كان للبقاء معا وده اللي نرى في الآيات من 27 إلى 32 لما كانت الليلة الرابعة عشرة ونحن نحمل تائهين في بحر عدرية ظن النوتية نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى بر فقاسوا ووجدوا عشرين قامة ولما مضوا قليلا قاسوا أيضا فوجدوا خمس عشرة قامة وإذ كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة رموا من المؤخر أربع مراسن وكانوا يطلبون أن يصير النهار ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة وأنزلوا القارب إلى البحر بعلة أنهم مزمعون أن يمدوا مراسي من المقدم قال بولوس لقائد المئة والعسكر إن لم يبق هؤلاء في السفينة فأنتم لا تقدرون أن تنبو حينئذ قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط هي موقف غريب لكن برضو كان صاحب الرأي الحاسم والرأي النهائي هو الرسول بولوس لينا أسبوعين في السفينة وهي تصارع في قلب العاصمة أوريكليدون وفي بحر أدريا الذي هو القسم الأوسط الشمالي للبحر المتوسط كانوا في حالة من التيهان خلال هذين الأسبوعين في منتصف الليلة الرابعة عشرة اعتقد البحارة أنهم اقتربوا من أرض يابسة ويمكن سمعوا صوت ارتطام الأمواج بالشاطئ وهنا كان على البحارة أن يعرفوا العمق اللي هما ماشيين فيه وجدوا عشرين قامة القامة في لغة قياسات البحر تساوي طول الإنسان المتوسط وبعد قليل وجدوا العمق خمس عشرة قامة فقط فأدركوا أنهم اقتربوا من منطقة صخرية في طريق الشاطئ والبحار فيها هيسبب خطر شديد على السفينة فقرروا أن ترسوا السفينة في هذه النقطة ورموا المراسي لتثبيت السفينة وبعدين يخبرنا البشير لوقة أن البحارة بعد رمي المراسي أرادوا أن يهربوا مستخدمين قارب النجاة الوحيد اللي رفعوه قبل كده إلى السفينة هنا بقى ظهر الرسول بولس وهو يدرك ماذا يفعل البحارة ومش عارفين إزاي عارب الرسول بهذا الأمر هل بوسيلة بشرية أم بإعلان إلهي وراح ليوليوس قائد المئة وأخبروا بضرورة بقاء البحارة ومنعوهم من الهرب ومع أن الرب وعد قبل كده أنه لا تكون خسارة نفسه واحدة منكم إلا السفينة لكن هذا لا يعني الاستغناء عن هؤلاء البحارة فقد يكونهم الوسيلة إلا هيستخدمها الله للنجاة موعيد الله صادقة يا حبائي لكنها لا تتعارض مع الوسائل البشرية المتاحة الرب وعد بالسلامة لكن في ضرورة لبقاء البحارة في السفينة وبالطبع بأمر من قائد المئة قطع العسكر حبال القارب اللي كان معلق في السفينة ومعد لهروب البحارة فسقط في البحر وبهذا توقف البحارة عن فكرة هروبهم برضو ده كان من النداء اللي أطلقه الرسول بولوس النداء بالبقاء معا ده كان النداء التالت التاني معزرة النداء التالت نداء لتناول الطعام في الآيات من 33 إلى 38 وحتى قارب أن يصير النهار كان بولوس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاما قائلا هذا هو اليوم الرابع عشر وأنتم منتظرون لا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئا لذلك ألتمس منكم أن تتناولون طعاما لأن هذا يكون مفيدا لنجاتكم لأنه لا تسقط شعر من رأس واحد منكم ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام الجميع وكسر وابتدأ يأكل فصار الجميع مسرورين وأخذهم أيضا طعاما وكنا في السفينة جميع الأنفس 276 ولما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر مرة تلتة رسول بولوس بيأخذ مكان القيادة هذه المرة يخاطب ركاب السفينة والبحارة والجنود علشان يتناولوا الطعام مر عليهم السبعين وهم بيصرعوا متاعب العاصفة من ضوار البحر وعدم إمكانية إعداد الطعام أو توزيعه بالكيفية المعتادة بالتالي لم يتناولوا طعام كافي طوال هذه الفترة ودل أصدوا بالقول لا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئا يعني هو بيتحدث عن حاجتهم لتناول الطعام استعار قول المسيح وأما أنتم في حتى شعور رؤوسكم جميعها محصات وقدم نفسه مثال فأخذ خبز وشكر أمامهم وابتدأ يأكل وظن البعض أن بولوس هنا كان يمارس فريضة العشاء الرباني لكن لا أظن وهذا الحقيقة غير صحيح هذا الرأي فمناسبة الحديث والحضور معظمهم غير مؤمنين ينفي أنه كان بيقوم بخدمة العشاء الرباني لكنه كمسيحي اعتاد أنه هو يشكر الرب على الطعام نتيجة لنداء بولوس هذا صار الجميع مصرورين مصرورين واتبعوا بولوس وأكلوا وبكده بيخبرنا البشير لوقة أنه عدد ركاب السفينة كانوا 276 هل تم الحصر وقتها بسبب توزيع الطعام؟ ربما وبعد ما شبعوا طرحوا الحنطة في البحر لأجل تخفيف حمولة السفينة ثم ماذا جرى للسفينة بعد ذلك؟ بنقرأ في أصحح 27 أنه تحطمت السفينة في ملطة في الآيات من 39 إلى 44 ولما صار النهار لم يكونوا يعرفون الأرض ولكنهم أبصروا خليجا له شاطئ فأجمعوا أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكنهم فلما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر وحلوا ربط الدفة أيضا رفعوا قلعا للريح الهابة وأقبلوا إلى الشاطئ وإذ وقعوا على موضع بين بحرين شططوا السفينة فارتكز المقدم ولبس لا يتحرك وأما المؤخر فكان ينحل من عنف الأمواج فكان رأي العسكر أن يقتلوا الأسرة لأن لا يسبح أحد منهم فيهرب ولكن قائد المئة إذ كان يريد أن يخلص بولوس منعهم من هذا الرأي وأمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا فيخرجون إلى البر والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة فهكذا حدث أن الجميع نجوا إلى البر الوقت كان في الصباح والبحارة لم يتمكنوا من رؤية الجزيرة واكتشفوا بعد ذلك أنها جزيرة ملطة لكن لحظوا في وجود خليج في المنطقة له شاطئ والخليج عبارة عن جزء من البحر داخل في البر وله شاطئ رملي اتفقوا أنهم يدفعوا السفينة إلى هذا الشاطئ كلما استطاعوا لتجنب استضامها بالسخور وعمل البحارة على تحريك السفينة فنزعوا المراسي وحلوا ربط الدفة ورفعوا قلعا لتساعدهم الريح في قيادة السفينة نحو الخليج إلا أن السفينة في طريقة للجزيرة كانت ترتطم من ناحية المقدم بالأرض فتوقفت عن المسير لكن الأمواج كانت بتضرب المؤخرة بقوة وهكذا بدأت السفينة تتحطم وتتحول إلى أجزاء في هذه اللحظات رأى العسكر أنهم يقتلوا الأسرة وده كان رأي الملاحين من قبل في آية 30 بالطبع كان رأي العسكر هكذا خوفا من هروب الأسرة فإذا حدث هذا الهروب سيعاقبون بدلا منهم بالقتل لكن قائد المئة رفض هذا الاقتراح وكانت رغبته خلاص بولس فهو من بداية الرحلة كان يعامله بلطف ورأى شجعته وإيمانه أثناء العصفة وأمر أن كل القادرين على السباحة يصبحون للبر والباقون على ألواح خشبية أو قطع من السفينة وهكذا نجا الجميع وسنكمل الحديث عزيز المشاهد في الأسبوع القادم بمشيعة الرب لكن يلفت نظرنا جدا هذا المشهد أنه استقر الرأي على قتل الأسرة وبالتالي يقتل بولس لكن لأنه قائد المئة أحب بولس وشاف فيه إنسان يستحق الحياة وتستمر الحياة رفض فكرة القتل وهنا بنشوف وكأن بولس هو فعلا سبب نجاة لهؤلاء الأسرة وسبب منع القتل على السفينة وكان بركة كبيرة ولسه يكون بركة للأحداث الآتية مع الأسرة ومع كل ركاب السفينة يمكن ده زي الوعد اللي قاله زمان لإبراهيم وباركك وتكون بركة الرب بارك بولس ورفقاءه بالنجاة والاستخدام لكن باركه إنه هو يكون بركة لنجاة الآخرين ويمكن ده الوعد اللي بيرافق كل مؤمن حقيقي الرب قاصد يبركك وقاصد إنك تكون بركة لآخرين ونكمل حديثنا في حلقة أخيرة بمشيئة الرب من قصة الكنيسة مع الجزء المتبق من سفر الأعمال والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر